أنا أظن مصير الشبيبة هو بين أرجل اللاعبين والمدرب والتاقم التقني لأن البعض يقول أنه لازم يركزوا على البطولة وانت تعرف وتدرك جيداً أن منافسة مثل هذه منافسة إفريقية فيها أموال وفيها مصدر التمويل لذلك ما يقدرش يخليوها تروحها قد باينفونسيون مليحها أنا نشفع على ستيف الدوزم ديفيزيون ربحوا لكوبا فرزاتيك